ومعنا في التفاصيل إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن تطورات إذن إياد أحيك أولا في البحر الأحمر لأن هناك هجمات الحرثين والاستهدفون سفينة ومدمرات أمريكية كما هو مكتوب على شاشة القاهرة الإخبارية بعدد كبير من المسيرات فكيف يبدو الوضع لديك في إطار هذا التوتر في المنطقة؟ حساني هناك تصعيد خطير للجماعة باستهداف القطع الأسكرية الأمريكية والدولية التابعة للتحالف الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن ربما هذه العمليات هي العمليات الأولى منذ إعلانها استهداف السفن التجارية اقتصرت عملياتها خلال الفترة الماضية على استهداف السفن التجارية العابرة للممر الدولي لكن هذه المرة ربما أن الجماعة عمدت على التصعيد بشكل كبير حيث استهدفت كثيرا من القطع الأمريكية في عملية ربما تحدثوا عنها نوعية الآن أو قبل اللحظات أعلن الجيش الفرنسي إسقاط أربع مسيرات قبل قليل أطلقها الحوثيون باتجاه إحدى السفن المنجرفة أو السفينة كومفيدنس في خليج عدن تم إسقاطها والتعامل مع هذه الطائرات المسيرة التي أطلقتها الجماعة كما تحدثت أن هناك تصعيد كبير وخطير من قبل الجماعة باستهداف السفن العسكرية الأمريكية في البحرين الأحمر وخليج عدن وبالتالي نحن ننتظر في الأيام القادمة مزيد من التصعيد خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن هذه العمليات خطيرة جدا إذ ما تم استهداف سفنها والاعتداء على قطعها العسكرية التي تحمي السفن الدولية كانت هناك العمليات مركزة أنها لحماية السفن أو لمساعدة السفن التجارية العبر لكن هناك أعمال عسكرية ربما أو اشتباكات وجها لوجه مع الجماعة وبالتالي فإن الأوضاع تتجه نحو مزيد من التصعيد بحسب كثيرا من القراءات وكثيرا من التقارير التي أطلعنا عليها نعم لكن يعني إياد كان هناك كشف عن أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد صاروخين مثبتين على الشاحنات في مناطق يسيطل عليه الحوثين وفي اليمن من قبل أيضا قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أيضا استهدفت عدة مواقع للحوثين ماذا عن هذه التفاصيل ولماذا لم تؤثر على القوات للحوثين في المنطقة حساني الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الأهداف الحوثية كانت واضحة منذ البداية أن الهدف هو إضعاف قدرة الحوثين وليس القضاء على الجماعة وأيضا استهداف الجماعة بشكل مباشر وكبير كانت استراتيجية واضحة أنه الحد من هذه القدرات الجماعة تمادت وتحاولت استهداف السفن الأمريكية كانت الأهداف الأمريكية والضربات الأمريكية مركزة كوقاية وليست كأعمال عسكرية يعني اشتباك أو هجمات مباشرة وبالتالي فأن هذه العمليات ربما تتجه اليوم أو من اليوم تتجه نحو مزيد من التصعيد خصوصا وأن هناك رد ويعني استهداف ورد الولايات المتحدة أعلنت قبل قليل أنها لن تسمح وستقوم بمزيد من الضربات على الجماعة وهناك أيضا عمال عسكرية أخرى هولندا رسلت أمس ربما ستصل في مارس بارجة هولندية وبالتالي هناك أعمال عسكرية سنتابعها في الأيام القادمة أعمال عسكرية كبيرة ومواجهات الجماعة أمس أعلنتها بشكل واضح وصريح بأنها ستقوم بضرب كل هذه القطاع الموجودة في البحر الأحمر دعنا نتابع معك في التطورات القديمة فيما يحدث في التوطر في البحر الأحمر أشكرك إلى الآن في عدن كنت معنا إياد الموسمي شكرا لك إياد